مباشر حيث نتابع وإياكم هذه الأحداث الدائرة هنا أمام مبنى فضائية الأقصى حيث يتواجد العشرات في مسيرات عفوية الآن في هذا المكان أستغل وجود الخياد في حركة حماس والناطق باسم حركة حماس السيد روزي برهوم أبو البهاء الآن هناك مسيرات عفوية تخرج في مختلف مناطق قطاع غزة ابتهاجا بردود المقاومة الفلسطينية على ماذا يؤكد هذا الأمر؟ أولا كل التحية إلى أهلنا في غزة وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني الذين جسدوا اليوم ملحمة بطولية كبيرة بدعم هذه المقاومة والوقوف إلى جانب حقهم في العيش بحرية وكرامة والآن تخرج غزة عن بكرة أبيها في دعم هذا الصمود وشكر وتقدير لهذه المقاومة التي حمتهم بالدم وفرض معادلة كبيرة على العدول الإسرائيلي بوحدة حال فلسطينية بقرار عسكري سياسي إعلامي ميدني مشترك كل التحية إلى المقامة الفلسطينية التي اليوم فعلا أثبتت أنها الأجر والأخضر على حماية الشعب الفلسطيني وحماية المشروط الفلسطيني هناك جهود مصرية وقطرية وأممية ساهمت بشكل كبير في تثبيت هذه التهدى وتثبيت تفاهمات التهدى وقفة لقنار كل هذه الجهود مشكورة ومقدرة ولكن المقاومة حادرة المقاومة في الميدان نحن وافقنا على التهدى ولكن اليد على الزناد حتى نكسر أي معادلة أو قاعد الشباك يريد احتلال أن يفرضها على الشعب الفلسطيني ملتزم الاحتلال في المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم وبالتالي اليوم رسالة المقاومة أننا ماضون بكل قوة وبكل حكم وباقتدار حتى نحمي شعبنا ونحمي أرضنا ونحمي مقدساتنا ندعو إلى الوحدة والقوة وتصليب الموقف الوطن الفلسطيني حتى نواجه كافة تحديات كما واجهت غزة اليوم هذا التحدي وكسرت هذه المعادلة وردت على عدوه الدم بالدم والقص بالقص والبيت بالبيت والمقر بالمقر يجب على الأدوال السيوني أن يفهم هذه المعادلة جيدا وأن يتجرى على الشعب الفلسطيني وعلى غزة المقاومة جدا سيد فوز برهوم الرسالة التي يراد الاحتلال إيصالها لكم من خلال قصف مؤسسة عالمية تتبع لحركة واضح أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعيش حالة صدمة لم يعرف كيف يتعامل مع المقاومة التي ردت بقوة وردت بفهم واختارت التوقيت والنوع والأداة التي تستخدمها في كسر معادلة الاحتلال الإسرائيلي وفرض معادلاتها بكل قوة وبالتالي واضح أن المقاومة كانت اليوم فعلا مقاومة سوريا بطولية بامتياز في النهاية إذا ملتزم الاحتلال بهذه التهدية أو بنود هذه التهدية هل سيستمر التصعيد منتبع للمقاومة؟ المقاومة الفلسطينية أولا ردت على من بدأ بالتصعيد وهو الاحتلال الإسرائيلي وعندما وسعت دارة الاسهداف وسعت دارة النار ثم قالت نحن سنلتزم التزم الاحتلال بالتهداء لأن المقاومة حققت أهدافه بالتالي الذي يتحمل أي تصعيد أو أي خار المقاومة هو الاحتلال لا يمكن المقاومة تقف مكتوفة الأيدي إذا أي خرق لهذه التفاهمات لأن من واجب المقاومة الوطنية والأخلاقي الرد على أي تصعيد ويعدوان أشكرا جزيلاً إذن مشاهدينا كما تشاهدون هذه الأجواء أجواء الفرحة الموجودة في الشارع الفلسطيني في هذه الصورة المباشرة أمامكم عبر الجزيرة المباشرة على كل سنترك المجال الآن لكلمات فصائل المقاومة وندرك لكم مشاهدة الآن أمام الجمهور الفلسطيني بسم الله الرحمن الرحيم يا من تخرجون اليوم يا من تخرجون اليوم نصراً وابتهاجاً للمقاومة الوطنية الفلسطينية التي سجلت وما زالت تسجل انتصاراً تلو انتصار على ذلك الجيش المهزوم الذي أوهم للعالم للعسف أوهم للعالم بأنه جيش قوي وأنه جيش لا يهزم إذن ظنوا بإسكاك صوت المقاومة صوت الحق والقوة والحرية فضائية الأقصى خرج بدل فضائية الأقصى العشرات فكان القول والفصل هنا فضائية فلسطين اليوم هنا فضائية الأقصى كما وهنا مؤسسة أمواج أيضاً هنا صوت فضائية الأقصى وصوت الشعب أيضاً هنا صوت الحق صوت الأقصى لقد ظن ذلك العدو المجحوم بمكايده وعفاعله أن ينهي شعب غزة ببضع من الدولارات أو السلارات فكان فلتسمعوا 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 فكان بالأمس كما شاهدتم الكرنيات وعملية العالم ردت عليهم أننا لا نخشى ولا نخاف من الدولارات ولا السلارات ولا التهديدات ولا خص المباني فضائية الأقصى قصفت ودمرت ثم تلاها بعد دقيقتين خرجت بصورة الكرنيات التي هزت العالم والكيان المسخ بصورة الكرنيات نرحب بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة غرب غزة وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل ردوان فأهلا وسهلا بك أمام الصرح الإعلامي ونرحب أيضا بالدكتور محمود الرنتيزي أبو أنس فأهلا وسهلا به أيضا نرحب بالأستاذ والشيخ الحبيب فوزي برهوم أهلا وسهلا بقيادة المقاومة بسم الله نبدأ نبدأ الله أكبر الله حقا شوف أيمن شوف أيمن شدوا خليل أي نصر أي نصر خليل أي نصر أي نصر دكتور 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 نرفع النصر نرفع النصر دكتور بسم الله بسم الله نبدأ 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 على بركة الله ونترك المجال لكلمة الحق والقوة والحرية لكلمة حماس الأبية فليتفضل الدكتور إسماعيل ردوان مسحوبا بعياة الله على بابنس أباناس حمت بنا أمسكو امسكو 5 مبعين يا جمهير شعبنا المجاهد أيها المنتصرون المنتفضون يا أصحاب الكرامة والعزة يا كتائب عز الدين القسام يا فخر الأمة وانتصار الأمة يا شباب المقاومة والغرفة المشتركة يا جمهير شعبنا البطل نقف اليوم لنبدأ بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتني المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أيها الإخوة المجاهدون نخرج اليوم ونحن نحتفي بنصر المقاومة نصر القسام ونصر المقاومة الفلسطينية هنا على أرض غزة العزة على أرض فلسطين بعد أن كان العدوان الهمجي الغادر على أبناء شعبنا حاول الاحتلال أن يغتاله وأن يستبيحه حياض غزة المباركة وظن بأنه ناج من خلال هذا الإجرام فكان أن استهدف كوكبة من أبناء شعبنا وخيار المجاهدين سبعة أقمار وكان على رأسهم الشهيد القائد نور بركة رحمه الله ورحم كل الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني وما أن كان هذا الإجرام كان الرد المباشر بأن كتائب القسام أفشلت هذه الجريمة أفشلت هذه الجريمة وقتلت طائد الوحدة الخاصة الذين دخلوا إلى غزة وجرحت آخر باعتراف الاحتلال والاحتلال حاول أن يجر أذنابه وأذناب الخزي والعار تحت ضربات النيران من الطائرات وانسحب مدحورا من أرض غزة العزة وانتسرت المقاومة على أرض فلسطين اليوم نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لك يا مقاومة الله أكبر لك يا قسام الله أكبر لك يا شعب غزة الله أكبر لك يا شعب فلسطين الله أكبر لكتاب عز الدين القسام وللمقاومة الفلسطينية التي انتصرت بالمقاومة فكان الرد المباشر على أرض خان يونس أن القسام والمقاومة جندلوا وأخشلوا هذه الجريمة النكراء ونحن نقول هذا المحتل إن جريمتك لن تمر دون حساب قلناها وقالتها حماس والقسام والمقاومة الفلسطينية قالت إن أي جريمة لن تمر دون حساب فكان الرد المباشر الرد المباشر بقتل القائد قائد الوحدة النخبة الخاصة السهيونية على أرض خان يونس تحية للكتائب عز الدين القسام تحية للكتائب تحية للمقاومة وتحية لغرفة العمليات المشتركة وهذه تجربة ناجحة وتقدر ومقدرة ونحن نحيي كل فصائل المقاومة والفصائل الوطنية والإسلامية التي اشتركت في هذه المعركة فكان الرد الأول على أرض خان يونس وكان الرد الثاني بعد أن شيعنا شهدانا أقسم القسام أن دماغ يا نور أنها لن تذهب هدرا فكان الرد المزلزل ورأيتم ما حدث بالكورنيات حدثوا بالكورنيات إذا رأيت الباص يطير إذا رأيت الباص يطير وإذا رأيته سقف الباص يتطير فعلا بأن الكورنيات حمصاوي غزاوي إذا رأيته إذا رأيته إذا رأيت الباص يتطير قالها الرنتيسي رحمة الله عليه إذا رأيت الباص وسقف الباص يطير فعلا بأن العملية هي للقسام وأنتم أيها الشباب رأيتم كيف تطير الباص واحترق الباص كيف احترق الباص من الكورنيات الحمصاوي الغزاوي القسامي فتحية لكتائب عز الدين القسام دائما فتحية لكتائب أحسن 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 تحية لكتائب فتحية لكتائب أحسن تفضل أحسن أحسن نحن هنا على أرض غزة العزة تواصل الرد على إجرام الاحتلال فكان الاحتلال يستهدف المنازل والفضائية فضائية الأقصى التي نقف على أنقاضها بفعل هذا الإجرام الهمجي الصهيوني المنافي لكل المبادئ والقوانين والأخلاقيات أراد الاحتلال أن يسكت صوت الحقيقة صوت المقاومة انطلقت زغاريد المقاومة من هنا من أرض غزة لترد على العمق الصهيوني نعم انطلقت من هنا صواريق المقاومة ودكت العمق الصهيوني وكانت رسالة واضحة أن القصف بالقصف وأن القتل بالقتل وأن الدم بالدم وأنكم إذا اعتديتم على غزة وعلى أبناء شعبنا وأبناء أمتنا فإن المقابل صواريخ المقاومة وصواريخ القسام تزلزلكم في كل مكان في حيفا ويافا وعسقلان والمجدل لتقولوا الله أكبر الله أكبر لنصر الإسلام والمسلمين الله أكبر لانتصار المقاومة فاستهدف الاحتلال المؤسسات المدنية واستهدف الاحتلال البيوت والمنازل والفضائية ومؤسسات صحية وتعليمية في اعتداء جائر وهمجي على هذه المؤسسات أراد أن تضغط الحاضنة الشعبية على المقاومة لأنه فاشلة من مواجهة المقاومة وأنه أجزة عن مقاومة المقاومة على أرض فلسطين فكان أن استهدف المنازل والمشاعة المدنية حتى يتحرك هذا الشعب ليتململ فإذا بهذا الشعب الذي يستحق الاحترام يلتأ من حول المقاومة وسمعنا شعبنا الفلسطيني وهو يقول يا قسام ويا سرايا ويا مقاومة اضرب اضرب اسرائيل اضرب اضرب اسرائيل ردا على العدوان نعم كانت هذه المعادلة ثبتتها المقاومة معادلة الردع لهذا الاحتلال وأنه لا يمكن أن تكون المقاومة ولا غزة لقمة سائغة نقولها من هنا من هنا إن غزة لن تكون لقمة سائغة وإن الدخول إلى غزة ليس نزهة وإن من يدخل إلى غزة من الصهاينة إما قتيلا وإما جريحا وإما أسيرا وإما طريدا ملاحكا بضربات المقاومة ورأينا هذا على أرض المقاومة نعم رأيناه فثبتت المقاومة معادلة الردع فتحية للمقاومة التي دافعت عن كرامة الأمة هذه الجولة رفعت كرامة الأمة لنقول لأمتنا وللمسنسقين أمنيا أنا الأوان أن تعودوا إلى رشدكم إلى خط المقاومة إلى هنا وما أدراك ما هنا هنا غزة المقاومة هنا الكورنات الحمساوي القسامي هنا فصائل العمل الوطني المشترك هنا غرفة العمليات المشتركة هنا المقاومة هنا الكرامة هنا العزة هنا الانتصار يقي الحمساوي يعد العجم المشترك إننا نوجه التحية لأبناء شعبنا الذين وحدوا الوحدة حققوا الوحدة الميدانية ولقوا المقاومة من خلال العمليات المشتركة والغرفة المشتركة للعمليات نحيي هذه الجهود المباركة ونقول أنها تجربة رائدة يجب البناء عليها وإن هذا الانتصار إنما هو دعم لمسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بعد هذا الانتصار الذي حققته المقاومة سننتصر بإذن الله تعالى في مسيرات العودة وكسر الحصار فنحن مستمرون حتى تحقق أهدافها بإذن الله تعالى إننا من هنا نوجه التحيات ونقدر الجهد ونثمن الجهد الذي بذله من الشقيقة مصر في تثبيت وقف إطلاق النار ورد هذا العدوان بعد هذا الانتصار للمقاومة الفلسطينية ونثمن جهود الأشقاء في قطر الداعمين لشعبنا وكل الجهود التي دعمت شعبنا ونثمن جهود محور المقاومة الذين وقفوا معنا وعبدوا مساندتهم معنا وكذلك لفضائية الأقصى في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية وكل الإذاعات المحلية والتلفزيونات المحلية والفلسطينية والعربية التي أثبتت ووقفت وتضامنت مع فضائية الأقصى ومع مقاومة شعبنا الفلسطيني إننا نثمن هذه الجهود ونوجه هذا الانتصار ونهدي هذا الانتصار إلى أرواح شهدائنا الأبرار إلى روح الشهيد نور بركة رحمة الله عليه وعلى إخوانه وإلى أرواح كل شهداء الأبرار في معركة الكرامة ونوجه كذلك ونهدي هذا النصر لذوي الشهداء وللجرحى ولأبناء شعبنا الذين احتضنوا المقاومة في غزة العزة الصابرين الثابتين المكلومين فتحية لكم يا أهل غزة وتحية لشعبنا في الضفة والقدس في الضفة الذين ساندوا شعبنا بالمسيرات الغاضبة الداعمة لمقاومة شعبنا ولأهلنا في الثماني وأربعين ولأهلنا في مخيمات اليجوء والشتات الذين خرجوا من ليل الأمس داعمين لهذه المقاومة على أرض فلسطين إننا نهدي هذا النصر إلى القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين مصر النبي صلى الله عليه وسلم ونوجه ونهدي هذا النصر إلى أرواح كافة القادة الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الإمام أحمد الياسين الذي رعاه مسيرة الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين كما إننا نهدي هذا النصر إلى أبناء شعبنا وأمتنا ونقول لهم إن بيت العنكبوت إن هذا الاحتلال وإن بيته أوهن من بيت العنكبوت ويمكن للكف أن يهزم المخرز وللمطبعين نقول كفاكم تطبيعا فإن الاحتلال هو العدو الأوحد للأمة هو الذي يقتال ويقتل ويدمر هو الذي يقتال ويقتل ويدمر تحية الله لقاء جديد هناك في القدس محررة منصورة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لجيران الفضائية جيران الفضائية على وجه الخصوص أنا أوجه الشباب تائر ما شاء الله الشباب تائر تائر تحية للشباب الثائر تحية للشباب الثائر أنا أوجه تحية لجيران الفضائية على وجه الخصوص الذين صبروا واحتملوا وتعرضوا للأذى من إجرام الاحتلال ولكنهم صبروا وثبتوا لأن الفضائية هي علام مقاوم لأن الفضائية تفضح جرائم الاحتلال ولأن الفضائية تنطقه بالمقاومة فتحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة